أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منصقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتباعته الإنسانية الخطيرة على حيات المدنيين فضلا عن امتداد تدعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها جاء ذلك خلال الاتصال الهتفي الذي تلقاه من وزير خارجية بولاندا دابيانجو راوى حيث تم بحث التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية هذا وأوضحت وزارة الخارجية أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية وأشدد وزير الخارجية على ضرورة معالجة الأسباب الجذية للصراع والتوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية